متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هكلمكم في موضوع يهم ناس كتير جداً هو مشاكل العصب الخامس ناس كتير بتحس بألام وبرحة وشديدة وحادة في منطقة الواجه خاصة اليمين بتبقى أكثر من الشمال بيبقى فيه إحساس بالألم في الخد في الفك في الأسنان في اللثة في العين في منطقة الدقن فيهمني أنا كمان كطبيب وجراح الفم والأسنان أني أعرف أن الشكوى ديت مش شكوى من الأسنان ولكن أبتدي أتجه أني أفكر أن ممكن تكون بسبب العصب الخامس تعالوا النهاردة نعرف كل حاجة عن العصب الخامس نعرف الأعراض نعرف الأسباب نعرف العلاج نعرف الوقاية خليني أقول لكم أن العصب الخامس من أهم عصاب الراس أو منطقة الرأس أو الكرينيال نيرف وبنسميه الترايجيمينال نيرف لأنه هو بيتقسم لثلاث فروع الثلاث فروع دول هم تقريبا متحكمين في معظم إحساس وحركة الوجه وحركة الفك متحكم في إيه؟ متحكم في العين، متحكم في الأنف، متحكم في الشفايف، متحكم في الخد، في منطقة الدأن فطبعا لما بيحصل مشاكل في العصب الخامس نلاقي المريض بيشتكي دايما من صداع في النصف الوجه وخاصة النصف الأيمن بتبقى أكثر بخمس مرات من النصف الأيثر المريض بيحس بألام شديدة مبرحة حادة كأنها صعق كهربي في النص اليمين من الوش بعض المرضى بيشتكوا إن فيه وخز أو إحساس بالتنميل أو إحساس بالشكشكة وبيبقى الألم على هيئة نوبات ممكن النوبات دي تقعد لثواني، لدقايق، لساعات ممكن يفصل ما بينهم أيام، ممكن يفصل ما بينهم شهور، ممكن يفصل ما بينهم سنين طيب لما هو الألم بيجي في نص الوش إزاي أفرق ما بينه وما بين الصداع النصفي؟ الصداع النصفي ممكن ييجي بالليل أو نوباته بتيجي بالليل ممكن للمريض وأحيانا تصحي من النوم لكن الصداع بتاع أو الألم بتاع العصب الخامس ما بيجيش بالليل، بيجي على مدار اليوم وما بيجيش بالليل ما بيصحيش المريض ولا حاجة بتيجي نوباته في مدار اليوم أحيانا بيبقى ألم العصب الخامس ألم مزمن وبيستمر لفترات طويلة مع المريض لدرجة أنه ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعية وبيبتدي يدخل في نوبات اكتئاب نتيجة لأنه هو خايف أن نوبة الوجع أو نوبة الوخذ دي تجيله بالنسبة للشريحة العمرية هي بتصيب أكتر كبار السن من 60 فيما فوق ولكن ممكن طبعا تصيب أي سن أو أي شريحة عمرية طيب بالنسبة لأسباب التهابات أو الألام الحادة في العصب الخامس بتبقى بسبب الشريين ممكن تكون ضغطة على العصب الخامس أو نتيجة الأورام برضو ضغطة على العصب الخامس ممكن تكون برضو بسبب أمراض مناعية أو أمراض الكولوجين أو الأمراض المزمنة زي الزئبة الحمر بالنسبة للتشخيص بيبقى طبعا سهل وبسيط يعني المريض دايما بيشتكي من ألام حادة في منطقة نصف الوجه زي ما قلتلكم منطقة العين، منطقة الخد، منطقة اللثة، الأسنان، الفك، الدأن وبيقول إن هي ألام حادة، ألام مبرحة، ألام شديدة زي الصعق الكهرابي وبيقى فيه أحيانا واخذ والألم دوت بيزيد جدا مع اللمس، مع تفريش الأسنان، مع المضمضة بمية بردة مع شرب الماء البارد أو المشروبات أو الأكل البارد أو السائع إلى جانب طبعا إن الطبيب بيعمل رانين مغناطيسي على المخ طيب جينا للعلاج، نقدر نعالج المشكلة ديت إزاي؟ أولا مريض العصب الخامس ما يفردش قوي في أخذ المسكنات لأن المسكنات بصراحة هتبقى مؤقتة ومش هي الحل النهائي لعلاج مشاكل العصب الخامس لازم نشوف السبب إيه؟ لو فيه شرايين ضغطة، لو فيه ورم فيه جنب مثلا العصب ضغط عليه لازم يبقى فيه تدخل جراحي، لازم يبقى فيه أدوية من قبل طبيب المخ والأعصاب غير المسكنات بتاخدها ممكن تقلل شوية من نوبات العصب الخامس يبقى النصيحة إن إحنا ما ناخدش وما نفردش كتير في المسكنات ونبتجي نتجه لطبيب تخصص مخ وأعصاب الطبيب هيبتجي يوصف لي أدوية مخصوص بتقلل من نوبات ألام العصب الخامس وبنفضل نوازب عليها فترة معينة لو لم تتحسن الحالة بنبتجي نشوف التدخل الجراحي طب التدخل الجراحي هو إيه؟ ممكن إني أعزل العصب عن الشريان اللي ضغط عليه أبتجي أعزل العصب وأبعده شوية عن الشريان اللي ضغط عليه لو في أورام ضغط على العصب طبعاً بيتم استقصال الأورام ديت علشان ما تبقاش ضغط على العصب الخامس كمان متاح العلاج الإشعاعي للعصب الخامس غير تقنية حقن العصب الخامس لتقليل الإحساس به كاملاً أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة لو حد عنده أي استشارة طبية أو سؤال بيكتبوا في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشارتكم الطبية ما تنسوش الإعجاب أو اللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة اللي ما اشتركش في القناة وحابب يشترك ده أكيد شيء يشرفني مش أطول عليكم بتمنى لكم دايماً دوام الصحة والعافية وشوفكم في حالة